والطموحات على فارس إبراهيم في تحقيق ميدالية في رفع الأثقال شو اللي صار مع فارس من وجهة نظرك؟ طبعا فارس يعني بعد نحقق أول ميدالية ذهبية لقطار في تاريخ الأنبياد في الدورة الماضية يعني كنا نتمنى صراحة أن على الأقل يعني نطلع بميدالية في رفع الأثقال في هذه الدورة لكن فارس أيضا تعرض لإصابة في المرفق كذلك أيضا تم تغيير النظام في رفع الأثقال هو فاص في ذهبية 96 كيلو جرام فهذه الدورة اللجنة الأولمبية غيرت النظام إلى 102 مباشرة ما عد في 96 فأعتقد يعني ما توفق صراحة فارس كنا نأمل منه الكثير لكن أيضا في هذه الدورة المنافسين أيضا تغيروا يمكن في الدورة السابقة كذلك كان في منافسين ما شاركوا تعرضوا لبعض الظروف لكن في اللحظات الأخيرة ولكن في هذه الدورة الجميع كان متواجد فارس ما في شك يعني قدامه مستقبل أيضا كبير وحسب تصريحاته الأخيرة يعني الوعد قال إن شاء الله في لوس أنجلس ونحن نتمنى إن شاء الله أنه يحقق ميدالية في الدورة قدامنا تكلمنا عن المستقبل لاعبنا عبدالعزيز العبيد لي في السباحة نعم أيضا عبدالعزيز يعني ينطبق عليه ما ينطبق على الآخرين كذلك يعني أنت في الأخير قداش في صراع مع السباحين عمالقة عمالقة يعني حيتان في البطولة في الدورة فتواجدك في مثل هذه المحافل بحد ذاته هو شرف كبير وتحاول أنك تحسن أرغامك الشخصية أنه في بعض الرياضيين يحاولون يحسنوا من أرغامهم الشخصية لأنه يدري أنه صعب جدا أنه يصارع الأبطال فمسألة أنك أنت تشارك معنات أن أنت تكتسب خبرة للدورات مقبلة مر بالضرورة تكون دورات الألعاب الأولمبية نتكلم عن دورات الألعاب الأسيوية على سبيل المثال بطولات العالم تشارك فيها فبالتالي أي مشاركة لأي رياضي في دورة الألعاب الأولمبية هذه تعطي خبرة لما هو قادم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مع ضيفنا الكريم ومشاهديننا الكرام ولكن نطلع معكم في هذا الفاصل ونستكمل معكم باقي فقرات البنان شبكوا معنا